يبلغ حجم التوفير من إعادة توجيه دعم الديزل والكيروسين 91 مليون دينار في خطوة تهدف إلى ضمان الاستمرارية في التنمية الموجهة إلى المواطن سياسة إعادة توجيه الدعم للمساحقين سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين تسعيرة جديدة لوقدي الديزل والكيروسين تدخل حيز التنفيذ في خطوة حميدة تخاطب تحديات تراجع الإرادات النفطية هدفها الأسماء المحافظة على الوضع المالي للمملكة لضمان الاستمرارية التنموية والحفاظ على مقتسبات المواطنين مع استدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة لو تكلمنا عن الشركات البحرية أو بعض الشركات البحرية وبالنسبة عن شركتنا بيكون التأثير محدود لأن الشركة عندنا تعتمد بشكل تقريباً 85% على السعر الغير مدعوم والسعر الدولي وطبعاً لأنه عمل قطع البحرية خارج مملكة البحرين أو خارج المياه الأقليمية البحرينية وثانياً بيكون زيادة في سعر إيرادات الدولة والذي يأثر بشكل إيجابي على الهامش الربحي ويساهم في تقليص أو شيء بسيط من الدين العام للدولة توجيه الدعم الحكومي للمحروقات بات ضرورة حتمية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي في صالح تحقيق تنمية اقتصادية بنسب تفوق تضخم الدين العام وعلى الرغم من الزيادة التدريجية في أسعار الديزل والكروسين خلال أربع سنوات إلا أن البحرين ستبقى تنفسية والأقل سعراً مقارنة بدول الخليج هذا سيوفر تقريباً 53 مليون دينار من قيمة الدعم الإجمالي لهذه المنتجات ونعتقد هذا نتيجة أو كقرار يتبع قرار ترشيد المصروفات الحكومية من خلال خفض ووصال الدعم للمستحقي سيعاد استخدام هذه الأموال في مقطعات أخرى البنية التحتية على سبيل المثال مقطعات الإنشاءات التي سوف يكون لها عائد اقتصادي وعائد مالي للاقتصاد على المدى البعيد في مسعى الحثيث لتخفيف وطأة انخفاض الإرادات النفطية تسير البحرين على الطريق الصحيح في إطلاق مبادرات لتوجيه الدعم الحكومي تقدر بنحو نصف مليار دينار رقم سيكون له أكبر الأثر في إنعاش التنمية المستدامة مع استمرار دعم قطاع المخابز والصيادين البحرينيين عبر أسعار أقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر